هنقول شوية حاجات تحفظ قلبنا وتخلي قلبنا في منعة انت عايز الانسان يبقى عنده مناعة نفسانية تخلص خلي الاولاد يتعلمه وخليك انت كمان تتعلم انك تتخلص من اهم مصادر بتفتت المناعة النفسانية المناعة القلبية ايه المناعة القلبية عشان نوصل للمناعة القلبية محتاجين نتجنب ايه نتجنب شوية حاجات عدم السماع لكلام الناس حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول ايه لا تحدثوني عن اصحابي فاني اريد ان القاهم وانا سليم الصدر سليم القلب وعشان كده ربنا حرم الغيبة والنميمة عشان قلوبنا تبقى صالحة وتبقى قلوبنا سليمة نفس الوقت محدش يعرض نفسه في مواطن الفتن لان حديث رسول الله سلم قال تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فايما قل قلب اشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء ما تعرضوش قلوبكم لمواطن الفتن كذلك ما تعرضش قلبك لمواطن الاخترار انك تختر بستر الله ولا تختر بكمان بعطاء الله سبحانه وتعالى لا تبقى دايما من اهل الرجاء يبقى هو رابع حاجة لازم نكتر من الطاعات ليه لان الكثرة من الطاعات تصون القلب تصون القلب من ادناسي واوحال المعاصي بس لما نيجي ندخل على الطاع ندخل من مدخل الحب ده لازم نتعلم كده وانا تعلم التقوى لان ربنا قال ذلك ومن يعظم شعائر الله شعائر الله فانها من تقوى القلوب يبقى اذا لازم نبقى عارفين ان تقوى القلوب بتحصل بماذا بتعظيم المحبوب سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول التقوى ها هنا واشار الى صدره فصلاح القلب في ان نعرف ان القلب كعبة الزات والكعبة دائما بتحتاج الى تطهير وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى امر سيدنا ابراهيم وسيدنا اسمايل ان طهر بيتي للطائفين والعكفين وركع السجود اللي هم مين دول انوار الله ودائما اقول كده لأحبابي ان هناك قلوب تنزل الملايكة لا لشيء الا لكي تطوف حولها من كثرة انوارها ونقائها وصفائها فالقلب هو كعبة الله في الجسد وعشان كده معاصر القلب اشد خطورة من معاصر الجوارح واحنا عندنا سبع فتن او سبب او سبع مهددات او سبع غشوات او سبع ظلمات عايزين نتجنبها ونتجنبهم بالمقابل ونتهر القلب منهم اول حاجة اول ظلمة تفسد القلب وتبعده وتجعل حجابا بينه وبين الله مش حجاب يحجب الله لكن حجاب يحجب الانسان بوهمه اول حاجة القلب يفسد بالكراهية ويصلح بالحب والقلب يفسد بالكذب ويصلح بالصدق ويفسد بالقسوة وكل دي حديث يعني مثلا في حديث رسول الله عليه وسلم قال للراجل ايه قال ايه رسول الله اتقبلوا اولادك اني عندي عشرة من الاولاد ايه يا سيدي بتعمل ايه قال ما قبلت واحدا منهم قط قال الله صلى الله عليه وسلم ماذا افعل اذا كان الله قد نزع الرحمة من قلبك وما كان الرفق في شيء الا زانة وما نزع من شيء الا شانة